صباح الخير عليك يا جرومانا صباح الخير عليك وحضرات السادة المشاهدين أهلاً بيكوا في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر وحشتوني خليني أبتدي معاكوا من عند جرومانا جرومانا أنا أريد أن أقالك سؤال مهم جداً تفضل جداً أنا بخاف من أسئلتك بس تفضل لو أعجبتي بشخص ما لو أعجبتي بشخص ما بتروحي تقوليه ولا بتستني الشخص يجي لغاية عندك وإنك هيدهون عظيم وحالات شبه كده ولا بتعمل إيه بس أقولك أنا حاجة بصراحة أنا عمري وأتحطيت في الموقف ده بصراحة عمر ما هيجبني حد لا مش كده والله بس أنا عمري ما تحطيت في الموقف ده بس أنا مش ضد أن لو بنت أعجبت بشخص أنا ما عنديش مشكلة خالص أن هي تبتدي وتبادر وتقول يعني أنا مشوفش دي حاجة غلط بس أنا ماعتقدش أن أنا ممكن يكون عندي الشجاعة الكافية في ناس بحكم عادتنا يقول كده البنت بتقلل من نفسها يعني دي وجهات نظر ما فيش حاجة صح على طول قطوة الحالة أنا دايما بقول لعادت والتقاليد اللي عملها بني أدمين فيقدر يغيرها بني أدمين لكن عادة يعني لو هتكلم بقى لو معجبة مثلا بفنان أو بشخصية ما وهو موجود قدامي للأسف بقلب كائن مش رخم بس بتكسب جدا لدرجة أني ممكن يعتقد أن أنا شوية مغرورة تنكة كل الناس بتقول عليها تنكة بس أنا مش تنكة لأ بس والله فعلا بس أنت عارف يعني لأنت عارف والله أعلم بتكسب لدرجة أن أنا ما بتكلمش خالص وبفضل قاعدة سكتة فالناس بتعتقد أن أنا شوية يعني مغرورة لا مش مغرورة شكرا بس أنت هتعمل إيه بقى؟ أنا بقول على طول أوراك أعلم أنا بقول على طول يعني أقصر طريق بين مقطتين الخط المستقيم صح أضيع وقتي وأضيع وقت البشرية في إيه؟ بس أعرف أن فيه كمان دراسة بتقول أنه نسبة غبائل بني أدم بتزيد لما بيتكلم أو بيتعامل بقى شخصة أو بغفية أههههههههههه أنت مع دراست دي أم لا؟ يا 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 جد 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 طب اللخباته وعرا ورخوة لسان بس في الآخر لا تضيعوا الشمان لو الموضوع أنه لا يعني سيجب نتيجة بتبقى يعرفت أنه الموضوع سيجب نتيجة وبتبتدى تتحرك في طريق آخر لو الموضوع سيجيب نتيجة أههههه وأهههه udo أتفت معك زائفتك على أي حالسب ده سؤالنا الموجودة على صفحاتنا على فيسبوك وهو إزاي بتظهر إعجابك لشخص أو لو أعجبت بشخص بتظهر إعجابك ليه إزاي؟ ده سؤالنا زي ما قلت لحضراتكم اللي موجودة على فيسبوك وأكيد مستنين إجابات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة صباح الخير والسعادة والهانة على حضراتكم جميعاً صباح الخير يا مصر معانا كومنت لطيف جداً من أنا سكرة أنا سكرة قالت صباح العسل يا أمارات وحشتونا وقال في حمد الله على سلامتك يا جمانا وحمد الله على سلامتك يا حسام وحشتونا جداً ما تغيبوش علينا تاني قالت بقى أنا لو معجبة بحد حكتبله أنا معجبة بيك على زلطة أو حجر وأجي في دماغه هو بعد من قدامي وبمتخ في دماغه طيب لا يعني مش لازم نعجب بحد طيب فيه السياد يونس أحمد بيقول أفتكر لما كان عندي 16 سنة ولما أعجبت بزملتي كتبت لها قصيدة شارع على طول وسلمتها للأستاذ رائد الفصل واتدربت طبعاً لكن خطبتها في الجامعة وتزوجتها بعد ما خلصتها والحمد لله عندنا ثلاث أولاد هم كل دوني شايف الأعجاب الوسطي الجميل مثابر مثابر الأول القصيدة لغاية لما يتجوزوا يعني ربنا وفقكم خالد محمد كمان قال أعجبت بوحدة وأنا في أولا إعدادي ده برضو مثابر من بدري بدري يعني ولما احتلها وعلى ما أخدت بالها كنا في تالتها سنوي من ست سنين عشان تاخد بالها ست سنين والحمد لله ارتبطنا وكنا كويسين جداً مع بعض وربك كرمها وتجوزت من سنتين ومعاتها وقفت دلوقتي ربنا يخليهم لها في رضا العماوي أتمنى أنك قلت اسم حضرتك صح صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها الوحدة اللي واجبت بيها هي زوجتي وقبرت عن إعجابي بيها بالزواج وأولادنا وتجوزنا الحمد لله وعبر بإعجاب وبالزواج على طول على طول على طول على طول ما نسمع وضعك وقت متجهة على طول